رأس حكم إقليم البطحة جاو بيرنار باداري اختتام أعمال الدورة التدريبية لصالح عضا جمعية مستهلكي المياه الصالحة للشرب حيث نظمت الدورة من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية محمد طاهد جبري الحر مراسلها من أتيا الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية ما زال يدرب المستفيدين من المنشآت المائية التي ينفذها بالبطحة حول كيفية إدارتها وصيانتها المشاركون في الدورة الحالية هم أعضاء لجان وجمعيات مستهلكي المياه سيتلقون خلال ثلاثة أيام معلومات وخبرات عملية حول فنون صيانة الصهاريج والآبار الارتوازية بالجملة 65 نقطة مياه وعدد من الصهاريج ومنشآت النظافة تم تنفيذها حتى الآن وسيتم عن قريب تسليمها هذا ما جاء على لساني ممثل الصندوق الأوروبي للتنمية محمد ديالو وفي خطابه الافتتاحي حاكم إقليم البطحة جان بيرنال باداري قال إنه من الشفافية في إدارة المنشآت المائية فإن المستفيدين عنفسهم ستقول إليهم مهمة إدارتها والاعتناء بها وعليه تأتي أهمية هذه الدورة العلمية وأشهد الحاكم بحسن التعاون القائم ما بين الحكومة الشادية والاتحاد الأوروبي سعيا في تحسين ظروف الحياة المعيشية للمواطنين طالبا من المشاركين في الدورة متابعة المحاضرات بكل اهتمام